أزمة إنسانية مستمرة يعيشها النازحون في العراق فاقمها الإهمال الحكومي والإصرار على أغلاق المخيمات رغم عدم توفير بيئة آمنة للنازحين في مناطقهم وذلك بحسب موقع The New Human Eterion الذي أكد أن أغلاق السلطات الحكومية في العراق بشكل مفاجئ لمخيمات النزوح جعل النازحين يعيشون في حالة نزوح دائمة لعدم تمكنهم من العودة إلى مناطقهم التي تفتقر إلى مقومات الحياة مبينا أن الأغلاق المتسرع أثر مخاوف عديدة بشأن مصير النازحين الموقع بيّن أن الأغلاق المتسرع لسلطات الحكومية بأغلاق مخيم الجدعى 5 بمحافظة نينوى جعل العائلات النازحة في حيرة من أمرها في رحلة البحث عن مكان للعيش فيه وهو ما دفع بعثة الأمم المتحدة إلى وصف الأغلاق بالمتسرع والفوضوي وعن المنح المالية للنازحين بيّن الموقع أن العديد من النازحين لم يتسلموا المنح المالية المخصصة لهم مؤكداً اعتراف وزارة الهجرة الحالية بخروج العديد من العائلات من المخيم دون الحصول على تلك المنحة وبحسب الموقع فأن الأغلاق الفوضوي والمتسرع الحكومي لمخيمات النزوح في العراق ودون سابق اندار فاقم معاناة العائلات التي اضطرت للعودة إلى مناطقها المدمرة والمفتقرة إلى الخدمات الأساسية التي تعد غير آمنة جراء انتشار الميليشيات المسلحة فيها في ظل إيقاف المنظمات الدولية للمساعدات الطارئة لهم منظمات حقوقية وإنسانية دولية أشارت إلى أن مخيمات النزوح المنتشرة في عموم العراق تشهد ارتفاعاً في نسب الفقر والجوع إذا فادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن النازحين ما يزالون يعانون جحيم الحياة اليومية في ظل الجوع والابتزاز الذي يضرب مخيمات النزوح المنتشرة في البلاد فضلاً عن سوء التغذية وانتشار الأمراض المزمنة بين النازحين يأتي هذا وسط إصرار حكومي على غلق ملف إنساني مستمر وآخذ بالتفاقم دون توفير بيئة آمنة ما جعل النازحين يواجهون مصيرهم في ظل إغلاق مخيماتهم وسيطرة الميليشيات على مناطقهم